اشتركوا في القناة طبعا القمر اليوم رح ينتقل يعني بعد ساعتين من الحلقة او ثلاث ساعات هو على الستة وخمسة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الاردن على الثمانية وخمسة وخمسين دقيقة مساء من مساء هذه الليلة الليلة الاربعاء رح يكون بالثور يعني اغلب يوم الخميس من الليل من منتصف الليل والصباح والنهار رح يكون موجود في برج الثور بطبيعة الحال هو موجود في منزلة الثورية وهي جيدة وبتنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يمكث فيها طبعا في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و19 دقيقة ظهرا لا ينتقل بعدها إلى منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد وخصوصا بما أنه القمر رح يكون منتحس والشمس منتحس أيضا فاليوم شوي بدها شوية حذر فركزوا معي في التوقعات عشان تعرف الإيجابيات والسلبيات طبعا بما أنه القمر رح يكون موجود في برج الثور فنشعر بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وإلا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة تلفاز مثلا أو جمعة عائلية أو أشياء عائلية داخلية مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا أربع زوايا فلكية شوي فيها نوع من أنواع السلبية فبتركزوا فيها وتسقطوها على أبراجكم لأن هاي صفات الزوايا الفلكية هي مكملة للبرج فعشان هي الزوايا هي تعطي نسبي عالي جدا جدا من التوقعات اليومية يعني ممكن تسمع الزوايا الفلكية لحالها أنت تعرف خلص إيش الأشياء اللي ممكن تصير معك خلال هذا اليوم طبعا بالنسبة للزاوية الأولى هي رح تكون زاوية تربيع سلبية بأن القمر وزحل وهي رح تكون الساعة ثلاثة صباحا بتوقيت جرينيتش بنواجه مصاعب وعرقيل بتطلب بنا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بفتقر البعض للشجاعة اللازمة لما واجهت مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر و أورانوس في ساعة الصباح يعني في تمام ساعة ثمانية وستة وثلاثين دقيقة صباحا وهاي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الثالثة فها هي زاوية سلبية اقتران سلبي ما بين القمر وما بين المريخ وهاي رح تكون في تمام ساعة تسعة وثمان دقائق صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر من أي مسعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري ورح تكون في تمام ساعة عشرة واربعة عشر دقيقة ظهرا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور فخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 22 واحد رح يبدأ في تمام الساعة 9 و27 دقيقة مساء خلو المسار ورح يستمر لغاية اليوم التالي أي ليوم السبت 23 واحد لتمام الساعة 7 و42 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجوزة بالنسبة لعمر القمر القمر المربع 8 أيام في تمام الساعة 9 و32 دقيقة صباحا بيصبح 9 أيام نسبة الإضاءة 60% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18 منتحس اليوم بنسبة 60% القمر في الثور حتى يوم 23 واحد منتحس بنسبة 85% عطارد في الدلو حتى يوم 30 واحد سعيد بنسبة 15% الزهرة في الجدي حتى يوم 1-2 سعيد بنسبة 30% المريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 75% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% الزحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم اليوم ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء إنك تتفاعل برج خوية مع اندفاع وحماسة وبتنتصر على كثير من الاعتبارات برج الجوزاء يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم ولكن دون إهمال صحتكم لا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء ولا تقر يعني ما تقرر على شيء جديد عشان ما يخيب أما لك الفترة هاي صعبة جدا لأن القمر موجود في بيت المتعب برج السرطان بتسعد اليوم في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أهم الشيء إنك ما تبقى وحيد الظروف شوي بتكون واعد اليوم أو بتدعدك بنوع من أنواع التعاطف والتأييد لتحركاتك بتفرح بدعم جهة ما وممكن أنه اليوم يكون عندك نوع من أنواع إما لقاء أو تعاون متبادل برج الأسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم إنك ما تتذمر من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة لكنها فترة مهمة لا تسمح لعوطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على عصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحه في السفر والاتصالات تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباءكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتكون جيدة وبشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا وبسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك الفترة هاي بتحمل سفر محتمل برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي يعني على الأغلب بيكون من شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية سارع لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن يتخلى أو تتخلى عن مطلب أو عن خطوة اتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها بتنشغل بمعاملات وأوراق برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم تجنب الانفعالات اللي ممكن تخفي عداوة أو ممكن شوي هيك يكون خلاف ما بينك وبين الإدارات أو ما بينك وبين المسؤولين بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنه ممكن أنت اللي تكون خاسر الخصم في هاي الفترة بكون قوي وشرس وخصوصا أن القمر مقابلك تماما برج القوس برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نضموجة والغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة لا تلتهي ومن المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة تطلق نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ووسعكم ومارسة نشاط فني أهم شي أنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحبائك بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح لشؤون الشخصية بالتأثير عليك برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية بتنشغل بالمسائل العائلية أهم شي أنك لا تترك أحد يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور كبدو مرهف الحس ومتوتر بسبب القلق ما الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع إما التفكير بسفر أو موضوع سفر أو أشخاص خارج البلاد أو ارتباط ولكن بدكوا تحذروا على الصحة شوي برج الحود بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر حافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار وبتتمكن أو بتتمتع بمعنى آخر بنوع من أنواع الدينماكية والحماسة هيك من كون انتحينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء